تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 559 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 212 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 94 طن كما تم ضبط قرابة 108 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وتم ضبط أيضا 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 725 قضيات من بينها 144 قضية خبز ناقص الوزن و125 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وتم ضبط 26 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 213 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير ترجمة نانسي قنقر